تونس من البلدان الأكثر تضروراً من جراء التغيرات المناخية وده اللي أعلنوا الوفد التونسي في القمة السابقة في جلاسكو القمة السادسة والعشرين فما بالكم الوضع دلوقتي بأعمل إزاي؟ تونس بتعتمد بشكل كبير جداً على السياحة الشطئية واللي تأثرت بشكل كبير وطبعاً السياحة الشطئية هناك هي عماد قطاع السياحة عايزين نتكلم عن الوفد التونسي المشارك، الوفد التونسي المفاوض طبيعة تأثر تونس بالتغيرات المناخية وإزاي بتتعامل مع هذه التغيرات كل ده هنعرفه طبعاً من الدكتور محمد زميرلي رئيس الوفد التونسي المفاوض المشارك هنا في قمة المناخ يا دكتور محمد صباح الخير عليك وأهلاً بك معنا في صباح الخير مصر صباح الخير وتحية إلى كل الشعب المصري ونشكركم على الاستضافة يا أهلاً بك في البداية عزين نعرف الوفد التونسي المشارك بشكل عام في هذا المؤتمر بيتكون من كام فرد وتخصصات الأشخاص المشاركين في هذا الوفد هو الوفد كبير لأن مصر قريبة من تونس وتقريباً كل التونسيين يتمنوا أن يزولوا مصر الحبيبة والشقيقة هو الوفد التونسي فيه حوالي مئة مشارك فيهم أربعين من المفاولين وستين ممثلين لجميع تقريباً منظمات المجتمع المدني اللي يشاركوا أكثر في الورشات الجانبية أو الورشات العمل ميدخلوش مباشرةً في التفاوض ثم الوفد التونسي فيه يعني وفد من الشباب في 25 من الشباب اللي يشاركوا ويعطيوا أعلاقهم في المسائل التفاوضية يعني في التفاوض ويدعموا يعني الوفد التونسي التفاوضي بنظرة شبابية حول أهم المسائل المطلوحة للتفاوض عظيم جداً دكتور محمد حضرتك موجود في الوفد المفاوض في تونس من 2007 تقريباً آه من بالي يعني من الكوب 13 طيب ده عظيم جداً إيه اللي حصل على مدار هذه السنوات وهذه القمم وهذه المؤتمرات في التفاوض آه والله يحصل كثير يعني ولو أنه التقدم دائماً هو بطيء ولكن فيه مراحلة نقوله حاسمة في تاريخ المفاوضات آه على غير الاتفاق في الكوب 21 على اتفاق باريس حول المناخ من أهم المسائل الفاصلة وإحنا توفي ما بعد 2015 تقريباً إلى حد اليوم نزلنا نتحدث أو نبحث سبول تفعيل اتفاق باريس حول المناخ كانت فيه كثير من العمل من باريس سنة 2015 إلى حد اليوم للاتفاق حول الإليات يعني كيفاش ممكن نوضعه حيز التنفيذ وصلنا تقريباً انتفقنا على الكيف واليوم في مصر في الكوب 27 نتحدث عن كيفية المرور إلى العمل والتنفيذ وكوب 27 اللي هي شعارها هو المرور إلى التنفيذ ونحن نطبح إلى أن المرور بأسرع وقت من الحديث والتفاوض إلى التنفيذ لأنه تقريباً كل شعوب الدول تنتظر فينا وأولوياتنا وتأثيرات تغيرات مناخية هي على الميدان ولا بد إلى المرور إلى التنفيذ وعي الميدان عظيم الدكتور محمد أعتقد أنه سنة عن سنة مؤتمر عن مؤتمر وبنحتاج أن احنا نزود المبلغ المخصص للتمويل بكل تأكيد لأنه التغيرات المناخية تحدث فارق وتحدث أثار كبيرة جداً على الأرض فبالتالي نحتاج إلى مبالغ أكبر فهي المسألة مش مسألة الاتفاق فقط أعتقد أن الاتفاق كل سنة لازم يتغير بزيادة مبالغ المخصصة للتمويل طبعاً يعني الحاجيات هي كبيرة لحصة للدول النامية وتأثيرات تغيرات مناخية تحسوها في حياتنا اليومية نحن في تونس عنا مشكلة كبيرة في ندرة المياه وأعتقد أني مشتركة في جل الدول العربية عنا تداعيات كبيرة أو تأثيرات كبيرة على الغذاء على الأمن الغذائي على قطاع الزراعة على خاصة مردودية الزراعة وعلى الأمن الغذائي لأنه المواطن العربي والمواطن التونسي ما عادش آمن في غذائه نظراً للتغيرات المناخية الحاجيات كبيرة وأعتقد أنه أهم نقطة للتحاول وتكون صعبة إلى حد الآن هي صعبة عنا في اليوم تقريباً السابع هي النقطة الأصعب هي كم ستكون مساهمات أو التمويلات اللي جاية من الدول المتقدمة لفاية الدول النامية هذا يعني تحديد المبلغ العام نحن نحكيوش على مبالغ للدول لأنه بعض الدول تتفاوض بصفة منفردة ولكن نحكيو على المبلغ الدولي أو حجم الدولي للتمويلات اللي منزال ضعيف أمام حاجات الدول النامية تونس معروفة بسواحيلها الخلابة وشوطائها الخلابة اللي كل الناس بتجيلها من دول العالم كلها وبالتأكيد التغيرات المناخية مؤثر عليها وزي ما حضرتك ذكرت دلوقتي إزاي بتتعاملوا مع هذا الأمر وفكرة أننا نتحول إلى السياحة الإيكولوجية هل بالفعل تعتبر البديل الأمثل ولا لابد من إجراء مشروعات للحد من تأثير التغيرات المناخية على السواحل في تونس بالفعل قطاع السياحة وقطاع رقم واحد من حيث مساهمته في الناتش القومي الداخلي بالنسبة لتونس يعني يلعب دور اقتصادي كبير بالنسبة للسياحة التونسية في جزء كبير تعتمد على السياحة الشاطئية يعني أعتقد أنه تونس قاعدين نشتغلوا السياحة الشاطئية خاصة على الشواطئ والسواحل الأملية اللي هي مهدة بالإنجلاف وقاعدين نلاحظوا تقريبا حوالي 30% من السواحل التونسية مهدة بالإنجلاف وخاصة المناطق الساحلية اللي نعرفوها فيها أنشطة سياحية كبيرة أكيد بدين نحسوا المظاهر تغيرات المناخية وتهديداتها حتى على الاقتصاد نحن نشتغلوا على محورين أساسيين أول شيء المحور الأول هو حماية السواحل من الإنجلاف وتتطلب اعتمادات كبيرة صحيح ثم المحور الثاني هو التوجه نحو المناطق اللي نتنويع المنتوج السياحي التونسي وخاصة لاتجاه تدريجيا نحو سياحة بديلة مستدامة خاصة نحكي الكثير على سياحة المناطق الجبلية نحكيه على سياحة المناطق الوحية وتونس فيها مناطق وحية متميزة وجميلة على غيال ما هو موجود في مصر كل حاجة في تونس كويس كل حاجة في تونس جميلة نحن عندنا في مصر كمان وحضرتك بتتكلم عن المشروعات لحماية الشواطئ عندنا مشروع مهم جدا لحماية الشواطئ الإسكندرية نعرف برضو الإسكندرية من المدن المهددة هي الأخرى ومتأثرة بشكل كبير جدا بالتغيرات المناخية عايزة أكلم حضرتك عن وجه التعاون بينك وبين مصر في كل القطاعات المتعلقة بالتكيف والحد من تأثير التغيرات المناخية هي وجودنا في مصر كان كذلك فرصة لأننا نجتمعوا مع الجانب المصري ونتبادلوا الأعراء وأولوياتنا والحمد لله كانت تفضلت معالي السيدة وزيرة البيئة المصرية وكنا في يوم 8 نوفمبر في الكوب أمضينا اتفاقية للتعاون وحددنا تقريبا جملة من مجالات الهامة نعرف وزارة البيئة المصرية لها كثير من نقاط القوة لها خبرات وكذلك بالنسبة لتونس لنا خبرات في مجالات أعتقد أنه تبادل الخبرات يكون مفيد تبادل التكوين ثم القيم بمشاريع مشتركة ممكن تكون مفيدة من الجانب المصري ومن الجانب التونس كنا حضرنا تقريبا جملة من مجالات اللي كنا نرغبه والحق يعني الجانب المصري وخاصة موثل في معالي السيدة وزيرة البيئة كان فما تجرب وتقريبا المجالات هذه بشتشمل خاصة الموارد المائية والتصرف المستدام في الموارد المائية وخاصة الاقتصاد في الموارد المائية ستشمل كذلك المناطق الساحلية وكيفية التصرف فيها وتبادل الخبرات لأنه في تكنولوجيا مصرية ونعرفوها لتخفيف من ظاهرة الانجلاف المحري بالنسبة لجانب تونسي كذلك نشتغله على هذا ثم فيما جانب آخر هام هو تثمين النفايات أو التثمين في مجال الطاقة استقلال النفايات في مجال الطاقة هذه جزء كذلك ثالث من برنامج التعاون بتاعنا مع الجانب المصري إن شاء الله إن شاء الله دكتور محمد احنا عندنا في تونس استراتيجية 2018-2023 تكلم عن كيفية التنوع البيولوجي والحفاظ على التنوع البيولوجي وتأهيل والمنظومة البيئية في تونس لتعامل مع التغيرات المناخية عايزنا نعرف من حضرتك سريعا أبرز ملامح هذه الاستراتيجية طبعا استراتيجية تونس كان عندها استراتيجية التنوع البيولوجي المرتبطة بالتغيرات المناخية تشمل خاصة المناطق الشديدة الحساسية للتغيرات المناخية أهم لمحها هو تعزيز شبكة المناطق المحمية لأنه أكثر حاجة ممكن نعملها لحمايتها من تأثيرات خاصة الأنشطة البشرية ونحافظ على ديومتها تقريبا الهدف نتعنا هو أن نصله 15% من مساحة تونس تكون مناطق محمية نحن هنا في شرم الشيخ ونشوفه منطقة محمية جميلة جدا في شرم الشيخ وذي جزء من التعاون بين جمالية مصر العربية إذن أول هدف هو حماية المناطق المحمية الهدف الثاني هو نشتغل على بعض الأنواع النباتية والحيوانية المهدة بالإنكلاد في تونس نشتغل على حمايتها تقريبا أذي أهم مجالات الملامح استراتيجية التنوع البيورجية في تونس عظيم أخيرا دكتور محمد كيف استفادت تونس من وجودها في هذا المؤتمر وهل بالفعل حققتم ما كنتم تريدون أن تصبوا إليه في هذا المؤتمر أعتقد في مجال التفاوض ما زالنا متعثرين كما عديد الدول نحن نأمل وعننا ثقة كبيرة في الرئاسة المصرية أعتقد يا دكتور محمد أن الأوان المفاوضي كل هذه الدول أن هم يحققوا توازن ما بين مصالحهم الخاصة ومصالح كل الدول لأنه ليس بإمكان أي دولة أن يتحقق نجاحات في هذا الملف تحديدا على حساب باقي الدول صح هو تقريبا لأنه حضرتك تعرف للدول أطراف 197 دولة يعني 197 موقف وقد تكون المصالح والهدف هو لما نلتقي ولو أن المفاوضات تكون صعبة وتستغلق كثير من الوقت الهدف هو انتخاذ قرار يصادق عليه جميع الدول يعني ما فيش هنا يكون بالمصادقة الجماعية وأعتقد أنه لنثقة في الرئاسة المصرية التي تعودنا منها والديبلوماسية المصرية يعني لهامي الخبرة والتجربة في تقريب وجهة النظر أعتقد أنه الجانب المصري والرئاسة المصرية بشارع بدور كبير في تقريب وجهة النظر وإن شاء الله أملنا أن نصله في نهاية المؤتمر نحقه نلقاه جملة من الأهدف خاصة لأولوية الدول نميذ من قرار المؤتمر 27 وذي انت حقك سيكون الفضل ليه للرئاسة المصرية والكوب 27 هي كوب عربية إفريقية وبدور كبير لجمالية مصر العربية كل شكر لك يا فندم دكتور محمد زمرلي رئيس الوفد التونسي المفاوض شكرا جزيلا لك شكرا وتحية لكم